جنيف تفتح أبوابها مرة أخرى لحوارات اللجنة الدستورية السورية والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها الاثنين القادم ملفات عدة تنتظر هذه الجولة حول الأسس والمبادئ الوطنية والمبادئ الدستورية والثوابت الوطنية السورية نقاط يكمن فيها الخلاف لا سيما مع إصرار وفد نظام الأسد على تحويل النقاش إلى نقاش سياسي وهو أمر عانت منه جولات الثلاث الماضية لا سيما مع رمزية رأس النظام ومؤسساته العسكرية الأمنية التي يريد الحفاظ عليها رغم اتهامها بارتكاب جرائم حرب ضد السوريين فترة التحضير للمؤتمر استغلها المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون بجولات شاملت إيران وروسيا وتركيا ودمشق والسعودية لمناقشة وجهة النظار بالعملية السياسية المرتقبة التي تستند إلى القرار الأممي 2254 على مستوى المعارضة السورية لقل ائتلاف ردات فعل غاضبة تجاه إعلانه تشكيل مفوضية للانتخابات ما لبث أن تراجع عنها وسط اتهامات له بمحاولة شرعانات الانتخابات القادمة وهو ما نفاه لاحقا تكمن المشكلة الأساسية لعملية السياسية المرتقبة في سوريا مع عدم وجود التفسير واضح للقرار الأممي 2254 والذي يتحدث عن هيئة حكم انتقالية يفترض أن يعقبها دستور بينما تكشف جولات الجارية في جونيف أنها تمضي لوضع ذلك الدستور ثم انتخابات وهنا العائق الأكبر يرفض السوريون الذين انتفضوا ضد نظام الأسد أي وجود لرأس النظام ومؤسساته الأمنية في المرحلة الانتقالية التي من المفترض أن تؤسس لنهاية القبضة الأمنية والاعتقالات للعائدين وهي حيثية مهمة تؤكد منظمات حقوقية سورية ودولية عدم مصداقية النظام فيها حيث ينتظر العائدين خطر وترحيب مميت ففي شهر تشرين الأول الماضي في محافظة درعا فقط قتل تحت التعذيب ثمانية وتسعون شخصا على يد النظام رغم توصله لتسوية مع أهلها وتؤكد الشهادات المحلية أن هؤلاء راجعوا مؤسساته المعنية لا يستفادة من قرار العفو الصادر عن النظام ذاك الذي يرحب بعودة السوريين بيد ويعتقلهم ويقتلهم باليد الأخرى